أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن منتخبنا الوطني والقرارات التي اتخذها اتحاد القرى في الساعات الأخيرة بخصوص تعيين الكابتن محمد يوسف مدربا للمنتخب الوطن لحين التعاقد مع مدير فن أجنبي الاستقرار على تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد القرى بعد خلوة هذا المنصب من مسؤول لرسمي على مدار أكتر من سنتين ثلاثة كان أمر صعب جدا فكرة اتحاد القرى يعمل بدون مديرا فنية للاتحاد للترتيب والتخطيط للمنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة أنا عايز أتكلم مع حضراتكم بقى في التفاصيل والكواليس دي القرارات تم إعلانها بالأمس ولكن تعالوا بقى نتكلم على الجانب اللي احنا عايزين نتكلم فيه لمصلحة بلدنا ومنتخبنا وللكورة المصرية خلال الفترة اللي جاي كابتن محمد يوسف لا غبار عليه مدرب يعني زو شخصية وزو خبرات وإمكانيات كبيرة جدا والرجل في السفي بتاعه من المدربين اللي حصلوا على دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي وده ما حصلش مع مدربين مصريين كتير يعني بنتكلم في الكابتن حسام البدري بنتكلم في الكابتن محمد يوسف بنتكلم في العهد الحالي دلوقتي يعني الأسماء المدربين اللي موجودين في الصحة الرياضية مفيش غير الكابتن حسام والكابتن محمد يوسف كل من يعمل في المجال كمدير فني لم ينجح في تحقيق لقب قري سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات فلو كنت واخد قرار بتعيني كابتن محمد يوسف كنت أتمنى أن يكون كابتن محمد يوسف مديراً فنية لمنتخب مصر من الآخر كنت أتمنى ده بصراحة لأن كابتن محمد يوسف مؤهل لإدارة المنتخب راجل عنده خبرات كبيرة جداً راجل ليه خبرات كبيرة جداً في القرى الإفريقية يعني أنا شفت ده مع الكابتن يوسف وهو مساعد مدرب أيام منو الجزي وهو مدرب عام مع الكابتن حسام البدري وهو مدير فني عام 2013 و2014 و2015 فترة يعني الآي الحق فيها إنجازات جيدة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الإفريقي ولكن اتحاد الكورة اتخذ هذا القرار وأعلن أن الكابتن يوسف مدرب عام وده يبدو معناه حاجة من الاتنين أن الكابتن محمد يوسف غالباً غالباً لو ما تمش الاتفاق مع مدير فني أجنبي من النهاردة لغاية شهر مارس كابتن محمد يوسف هيشكل جهاز معاون معاه وهو اللي هيقود المنتخب في الدورة الودية ده قدامكم ممكن دي القرارات اللي طلعت على الشاشة وغالباً هو اللي هيكون موجود في الدورة الودية اللي هتقام في الإمارات بمشاركة تونس وكرواتيا وعدد من المنتخبات اللي هتلعب مباريات ودية مع المنتخب الوطني خلال الفترة اللي جاي فبالتالي لو ما تمش تعيين مدير فني أجنبي لغاية شهر مارس أعتقد ده اللي هيبقى وارد بنسبة كبيرة ولكن الجانب الآخر طب لو أنت اخترت مدير فني أجنبي وجي المدير الفني الأجنبي طلب منك أنه هو ليه شروط معينة في الناس اللي هتشتغل معاه وقال لك أنا هشتغل بتيم كامل من المعانين معايا الوضع هيبقى إيه فأنا مش عارف هل دي خطوة استبقية أن الاتحاد عايز يجبر أي جهاز فني جاي أو أي مدير فني جاي أن احنا معنا خلاص مدرب موجود في الجهاز لازم تستعين به لأن الجزئية دي على فكرة كانت سبب كبير جدا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لم ينجح مع منتخب مصر لأنه وقتها ترشح اسم كابتن محمد يوسف فيتوريا لما شاف السيفي قال لك ده يمسك مدير فني وبالفعل يعني أنا شايف وناس كتيرة شايفة كابتن محمد يوسف يبقى مدير فني على منتخب مصر أكتر وخبرات أكبر من روي فيتوريا كابتن محمد يوسف خبراته أكتر من روي فيتوريا وأنا مش عامسك في فكرة أصل ده مدرب نادي ومدرب منتخب على فكرة ما بحبش المقياس ده لأن هكتور كوبر على فكرة كان اشتغل كتير مع أندية في الدور الإيطالي وجي مسك منتخب مصر وحقق أرقام قويسة وحقق نجاحات جيدة في فترة من الفترات تأهل على قل لكأس العالم وكان مدرب اشتغل في أندية فالمقياس مش فكرة أندية ومنتخبات على فكرة المقياس مش هنا المقياس الخبرات إيه فده قرار اتحاد الكورة طيب قرار الاستغناء على روي فيتوريا أنا قلت لكم القرار ده يعني تم اتخاذه من يوم الثلاثة اللي فات من يوم الثلاثة اللي فات والله إليكم القرار ده تم اتخاذه وقلت لكم بعد الجلسة الودية اللي تمت ما بين أعضاء اتحاد الكورة وطلع من خلالها بيان شبه اعتذار للشعب المصري وللجماهير القرى المصرية على الإخفاق اللي تم في كأس الأم قلت لكم في الأعداد دي خلاص اتخذ قرار أن روي فيتوريا مش مكمل والفترة اللي هيتم التفاوض فيها مع روي فيتوريا على الشرط الجزائي والرحيل هتبقى لغاية اجتماع مجلس الإدارة فاجتماع مبارح كان تحصيل حاصل كان الهدف منه بس الإعلام بشكل رسمي وبعد ما يتوصلوا مع الرجل للقرار النهائي والقرار تجم متخذ أن روي فيتوريا مش مكمل مع منتخب مصر والقرار ده منطقي وطبيعي جدا والقرار يبقى منطقي وطبيعي أكتر لو حضرتكم شفتوا التقرير اللي كاتب روي فيتوريا يعني التقرير اللي كان برو فيتوريا ده يأكد أن الرجل دה كان لازم يتم إقالته من على سلم الطيارة في الكوديفوار قبل ما يوصل القاهرة لأن الرجل ده يبدو أن هو يعني ايه ما كانش يعيش الواقع وما كانش مدرك هو بيدرب مين وبيشتغل فين وعنده إيه الأجواء اللي فيها وما كانش مركز مع المنتخب لهو ولا المعاونين ولا الجهاز الإداري ولا حتى المشرف العام على المنتخب اللي جات لمعلومة وأتمنى أتمنى تبقى غلط أتمنى تبقى غلط يعني اتحاد الكورة مبارح بالأمس اجتمع ما شفناش صورة لاجتماع اتحاد الكورة عشان نعرف مين اللي حضر عشان نعرف مين اللي كان حريص على مصلحة الكورة في مصر وحضر لأنه لو في حد تغيب لسبب وعذر غير مقبول ما ينفعش يكمل في المكان ده والكرسي ده أنا هنا مش بتكلم إلا لمصلحة الكورة المصرية ومنتخب مصر في المقام الأول أي عضو اتحاد كورة تغيب تغيب عن اجتماع الأمس لا يليق أن يستمر في هذا المكان حتى نهاية مدة هذا المجلس طالما المجلس ده مش هيقدم استقالته طالما هذا المجلس لا هيقدم استقالته لأن أي عذر لو طلع للإعلام وعذر غير مقبول الشخص اللي تغيب عن اجتماع مبارح شخص غير مسؤول ومش عارف مهام وظيفته إن الشعب المصري وجمهير القرى المصرية مستاقة وحزينة من حال المنتخب والأداية اللي ظهر بيه المنتخب ويجي في النهاية حد يتغيب عن الاجتماع لمجرد إن الناس بتهجمه أو الناس شايفة إن في ملف هو فشل فيه ده شخص غير مسؤول عشان كده أنا مستني اتحاد القرى يؤلم أو ينزل صورة لاجتماع اتحاد القرى يعرفنا مين اللي حضر يعرفنا مين اللي كان موجود مش عايز تكشف عن الكواليس مين قال إيه ومين عمل إيه ده ما فيش مشكلة ده بيحصل في أي اجتماع ولكن مهم جدا لما تنزل خبر عن اجتماع اتحاد القرى يبقى في صورة لاجتماع مجلس الإدارة نعرف مين اللي حضر ومين تغيب لأن في فترة من الفترات لما كان بيتم إقالة أي جهاز فني كنت باسمع مدخلات لأحد أعضاء الاتحاد كان يطلع دايما يطلع يعلق ويقولك أنا غير مسؤول عن اللي بيحصل أنا كنت رفض تعيين هذا الجهاز الفني أنا شايف إن الجهاز الفني لازم يكون واحد اتنين تلاتة اربعة وأول ما توليت المسؤولية وشفت الأمور مختلفة أو شفت ردود فعل على الأداء السلب اللي حصل يبقى فيه زعل وفيه غضب وما نحضرش الاجتماع أنا بصراحة يعني في إطار الشغل الكلام ده اسمه تهريج يا إما أنا تحمل المسؤولية وإحنا على كرس مجلس دارة الاتحاد سواء إحنا مع القرار أو ضد القرار يا إما ما نجيش ناحية المكان ده ونسيبه لناس تقدر تشتغل ويتفيد البلد اللي عايز يفيد البلد لازم يناقش القضايا دي بالشكل ده ويبقى الكلام مواجه وصريح أنا مش عايز أقول أسماء لأنه ما عندش معلومة مؤكدة من تغيب ومن حضر اتحاد القرار يعلن وينزل صورة رسمية لاجتماع اتحاد القرار بالأمس لأن في التقويت الحرب نتكلم فيه ده احنا بنتكلم على تخطيط القرار المصري في الفترة اللي جاية وطالما الناس مستمرة لغاية نهاية مدتها طيب نشتغل بقى كم شهر البقين بضمير ونختار ناس بجد ولو عنا نعين جهاز فن أجنبي يعني يبقى فيه وطيرة سريعة في المفاوضات مع المدرب الأجنبي